السؤال برضو من أسئلة الصعبة تسايبه بعد شوية بلح كنت بتكلم مع الدكتور عماد البناني وسألته السؤال واضح وصريح هل يستطيع نادي الزمالك انه يرفع إيقاف القيد قبل غلق بابل انتقالات في مصر وكان رده واضح صعب هل مازالت الأمور صعبة؟ بص هو شايف من وجهة نظر الدكتور عماد البناني الصعوبة في المبلغ بالكامل بتكلم مبلغ دولاري مش متوفر جوه نادي الزمالك ولكن الاتجاهات الخارجية اللي هي من جانب محبين نادي الزمالك كانوا ماشيين في طريق تجميع المبلغ الدولاري ده وكل رجل أعمال ساهم بجزء وجمعوا مبلغ كبير جدا ولكن القصة فيه برضو أنا عايز الناس تفرق قبل ما يعني ان عندك ثلاث عضايا دول سهلين وعندك عضايا هي الأزمة اللي هي سبورت انجليش بونا عشان مبلغ كبير بنتكلم في مليون ونص سبورت انجليش بونا وانا كنت قلتك الكلام ده قبل كده يا كريم رافض تماما فكرة التأسيط لازم ياخد فلوسه كاملة فانتهي الأزمة في كده ان انت عايز المبلغ كامل فالوقت معاك ديق في حتة ان انت تجمع المبلغ كامل وتجمع المتين وسبعين بتوع أتشنبونج سيبك من القضيتين التانيين اللي هم حق الرعاية نضاي ويه سامسون مبلغ مليلة اه يعني 11700 يعني مكملوش عشر ألف دولار مليون جنيه فرقم سهل يعني قصتك في سبورت انجليش بونا واتشنبونج الوقت دايق معاك انت قدامك عشر تيام خاصة ان انت لازم تخلص الاربع قضايا وتخاطب الفيفا والأندية واللعيبة اللي واخد فلوسها تخاطب الفيفا فالفيفا يرد على اتحاد الكرة فالتحاد الكرة يرفع القيد فتجيب العيبة نفترض حدوث هذا السيناريو فرضا هل في العيبة بقى دلوقتي مفيش نادي هيسيب العيب حسم الأمر انت بتتكلم ان خلاص قدامك عشر تياب معا لكلامك دوت بالكتير قوي زماني كينا حقا اخر يوم في الانتقالات يعني ده لو سددت بكرة محتاج على الاقل خمس تيام صحفات جاي اخر يوم في الانتقالات بتقول لي نادي مثلا عايش تريب انك لعيب فالنادي ده اصلا هيبقى ده معناه ان هو مش هعرف جيب العيب تاني الا لو النادي مهيئ ان هو يستغنى سي مثلا برضو بنتكلم الاسماء اللي كنا تكلمنا فيها قبل كده لو فارقه هيسيب محمود حمادة لو نادي طلاقها الجيش هيسيب محمد شحاتة لو فيوتشر هيسيب حد لكن ما اعلمه ان نادي فيوتشر خلاص متمثل بقوامه الموجود كله فالدنيا راحل صعوبة في موضوع الصفقات وانا كنت قلتلك من شوية ان حتى لما رجال الاعمال قعدوا مع وسوريو الراجل قال له ما نعايز لعيبها قالوله هنحاول بس صعب صعب عشان قصة الكيد الوقت داي